هنروح للكرة الطائرة سواء رجال او سيدات هتدي بالرجال دور او الكرة الطائرة الاتحاد حط نظام اسمه الترتيب التصنيفي بمعنى انه جاب الستاشر فريق اللي طلعوا من هنا ومن هنا وحط فريق مقابل فريق بيلعبوا بعض وبيلعبوا بيستوف تري وبعد كده بيصنف الفرق الكسبانة والفرق الخسرانة وبعد كده بيحطهم في قرعة تانية يشوف مين هيلعبين هنشاف خطوة يعني ماشي بس مقدور عليها مقرد مطشين لكل فرقة وخلص الموضوع وبعد كده نروح الادوار الاقصائية طيب بالنسبة للنادي الاهل رجال مين اللي معنا؟ اللي معنا وقع معنا في الشارع الدخان لعبنا اول مباراة فوزنا فيها الحمد لله 3 صفر المباراة التانية هتبتدي بعد قليل هنكسب مباريتين على طول خلاص تأهلنا او خلاص بينا من التمانية الكسبانين والتمانية الخسرانين وهيعمل قرع يجيب واحد من هنا واحد من هنا يلعبوا الادوار الاقصائية بعد كده عشان تصعد على دور التمانية على طول الاهل يواجه الشارع الدخان بتصنيف ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة الفريق اولي رجال الكرة الطائرة بالنادي الاهل بقيادة مدير والفني مستر فرناندو مونزو فاز على فريق استرين كامباني بنتيجة 3 صفر في ذهاب دور التمانية تصنيفي للدوري المصري الممتاز للموسم اللي احنا فيه وجات نتاج الاشوات كالقاتي 25-19-25-20-25-21 الموسم كانت لعب من بقى حلصات الدكتور حسن مصطفى ببداية 6 اكتوبر بالمناسبة للموسم التاني هيتلعب كمان شوية زمانة حدارك وعنفس الصالة وبعد كده هيتم تصنيف التمانية الفريق اللي شاركت بربع نهائي هيتعامل بكرة قرعة من الفريق دي عشان يحددوا مين هيقابل مين في دور التمانية في دور الاقصائي يعني اللي هيخسر من الدور اللي جاي هيتلع باره فرقتنا طبعا مركزها عشان ما عادش فيه زار دي السنة التالتة انت محتاج دوري وكأس ده الطبيعي بتاعك السنة اللي فاتت والأبيها ما كانوش أحسن حاجة محليا ولكن ان شاء الله فرقتنا قادرة بإذن الرحمن ان هي تقدر تفوس الفرقة دي على فكرة عندها بطولة أفريقيا ان شاء الله في إربيل القادم وهتستضفها بإذن الله صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة